طيب خلينا نلتقل لجزء آخر أو خبر آخر يمكن برضو والخبر ده موجود في الشارع النمساوي بصورة واضحة جدا وخاصة في شارع ماريا هيلف اشتراسة استياء واسع بسبب تزايد ظاهرة التشرد في فينا وخاصة في شارع ماريا هيلف ويمكن الجزء الأكبر منه جزء بتاع فينا ستة الحي السادس ماريا هيلف اشتراسة الحي السادس اللي بيمتلئ بالكثير من المتشردين اللي موجودين في الشارع بيناموا في الشارع بيأكلوا وشربوا في الشارع وان كانت هناك اختلافات في الجنسيات رؤيتك للظاهرة دي اللي فعلا قدر اقول انها دخيلة على النساء يعني كنا بنشوف موضوع يمكن موضوع ان الشحتين ده كان ممتشر لكن افتراش الشوارع وكده كان قليل جدا ويمكن كان في الكارت الاشتراسة انما بصورة كبيرة زي ما هو موجود في فينا ستة في ماريا هيلف اشتراسة اول مرة اشوفوا بصراحة يعني بصراحة سازون دوح يعني فعلا ظاهرة التشرد هاي الموجودة في فينا يعني منظر منظر مؤذي للغاية نحن لا نتحدث يعني من 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 طريقة كأنه نحن نزدري هؤلاء الاشتراس لديهم لديهم وضع اقتصادي معين لديه ولكن لكن هذا المشهد من المفترض والمفروض على الجهات النمساوية ان تعمل ماليا فعليا على معالجته ان تعمل وزارة الداخلية ان تعمل وزارة شؤون الاجتماعية على ان تكافح لا وزارة التضامن طبعا لازم تكون لها دور بالضبط يعني المشكلة ليست هنا المشكلة سيد الكريم كما تفضلت في الحي السادس في المحطة قم الدورف شتراسة تبعا اليو ستة الاوزكس المترو ده واكر مخدرات واكر مخدرات يعني هذول الاشخاص اللي هن فعليا مشردين بالليل وبالنهار بائعين مخدرات وحشيشوا الى ذلك وتحت اعين الشرطة وتحت مراقبة الجميع بتفوت على المحطة كاميرات من جميع الجهات وبشكل كثافي يعني بشكل بشكل مرعب بهذا الشكل هذه المجموعة بصراحة كانوا الزابقان باليوسف شتراسة حاليا انتقلوا لهذه المحطة يعني 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 صراحة ليش احنا هذا اللي نسأل هذا السؤال لماذا لماذا لا يتم توجيه الاعلام بشكل حقيقي وهذه الظاهرة كارثية سيد الكريم هذا وزير الداخلية بدال مراكد لورا اللاجئ الفلاني والتاني اللي عمل روحوا كافوا هالمناظر المؤذية هاي مناظر مؤذية للغاية هاي بتخرب السياحة بتخرب سمعة البلد وفيها من جميع جنسيات على فترة وفيها ترويج للمخدرات والممنوعات خلص يعني يقننوا القنب والحشيش وبيعوه بالمحلات بشكل عادي باعتبار انتوا بتكون هاي البواد تباع بشكل أو بآخر خلص بيعوها بالمحلات بشكل تحت المراقبة بس وقفوها المشهد هاد مشهد مزري للغاية بصراحة مع الاسف هذه المحطة واعتقد بالبراتر في هذا المشهد ممكن تكرر باكثر محطة بالفيس بانهوف لا هو الاكثر الكومن دورفو الكومن يعني شيء هذا ما يحتاج هذا ما يحتاج الى المعالجة هذا ما يحتاج الى الدراسة هذه الظاهرة على ما يبدو ان وزير الداخلية لا يستطيع التعامل معها هل هذه الظاهرة اكبر منك يا وزير الداخلية هم احيانا بيجي الشرطة لاننا يعني ده طريقي بيجي الشرطة بيجوا فجأة يتفرقوا وبعد ما الشرطة مشوقف 24 ساعة على الرغم ان وجود امن موجود في المحطة وبعد كده بيرجعوا زي ما كانوا الاول بيرجعوا مرة تانية هذا ضوء اخضر انه عملوا معكم اي مشكلة يعني على الاقل في دولة بنقول فيها حقوة الانسان وده حق من حق الانسان حق المعيشة فاضف على ذلك موضوع يخدوهم يعملوا تأهيل يودون مصحات نعم المارية هلفة شراسة يعني مع الاسف بحالات الافلاس الاخيرة العديد من المحلات اغلقات العديد من الماركات والمحلات المعروفة اغلقات بسبب التضخم واضف على ذلك مشكلة المشردين يعني بصراحة شارع مارية هلفة شراسة وسط فيينا فقد الكثير من قيمته التي يعني كان عليها سابقا بصراحة هذا الشارع كان له يعني فعلا تأثير على السياحة تأثير على كثير من الامور تأثير على الحالة الاقتصادية مع الاسف امشي فيه بتلاقيه بصراحة شارع مملو كئيب ما عد مثل السابق بصراحة بسبب حالة التشرد وأيضا بسبب حالة الافلاسات والمحلات الاغلاقات الجماعية